لا تزال الأزمة التونسية تتواصل يوماً بعد يوم حتى بلغت ذروتها وأصبحت التجاذبات العنيفة بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد تسيطر على المشهد السياسي بدأت هذه الأزمة منذ يناير الماضي حين أعلن المشيشي تعديلاً وزرياً شمل أحد عشر وزيراً من أصل خمس وعشرين حقيبة وحتى اليوم لم يوجه الرئيس قيس سعيد الدعوة للوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه في قصر الرئاسة بقرطاج بحسب ما يفرضه الدستور مما عطل تعيينهم رسمياً ونشر ذلك في الجريدة الرسمية كما تقتضيه الإجراءات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أكد أنه لم يتلقى أي مبرر رسمي من رئيس الجمهورية قيس سعيد لرفضه عدداً من الوزراء الذين شاملهم التحويل الوزري أخيراً ولا أسماء الوزراء المقصودين مشيراً إلى أن المسألة طالت بعض الشيء مما تسبب في تعطيل مصالح الدولة وكان البرلمان التونسي قد صدق في وقت سابق على التعديل الوزري الذي جاء به رئيس الوزراء من جهتهم عبر ممثلو كتلتي حركة النهضة وحزب قلب تونس عن مساندتهما للتعديل في حين عارضته الكتلة الديمقراطية وبعض المستقلين في غضون ذلك جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه هذا التعديل ووجه سهام نقضه لأطروحات قدمتها مجموعة من كبار أساتذة القانون الدستوري للخروج من هذا المأزق السياسي وأعرب رئيس الحكومة هشام لمشيشي منذ أيام عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد من أداء اليمين الدستورية بعد نيلهم ثقة البرلمان الذي وصفه بمصدر الشرعية مؤكداً دستورية مسار التعديل الوزري وجاء بيان صادر من المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء يوم الخميس لوكد تشبث الحركة بالتعديل الوزري رغم فيتو رئيس الجمهورية وعبر رئيسها راشد الغنوشي عن دعم النهضة لحكومة هشام لمشيشي ودعوتها لاستكمال مسار التحوير الوزري وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم خواهيات